موسيقى بيت نقاب قوسيني أو أدنى عافية أنتوا الصيغات اللي بتبقى مليانة ألفاظ جازلة كده في اللغة العربية القصة كلها نحن قربنا جدا من يبقى في عندنا صيغة نهائية لاستراتيجية صناعة الصيارات في مصر توطين هذه الصناعة المكاسب المنتظرة إيه هل في تحديات؟ تعالوا نتكلم مع معالي نائب علاء قريطة عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب منورنا بنورك وبنور البرنامج ويعني نتمنى إن شاء الله كده إن إحنا فعلا نبقى مركز قليمي قوي ومصر تبقى إن شاء الله يعني تنافس العالم كله في صناعة السيارات وعندنا المناخ والموقع بتاعنا والقيادة السياسية تسعى لذلك في عدة فجالات منها السيارات أخيرا تعطيقات السيد الرئيس طبعا فعلا في نمو يعني فين مو في عدة قطاعات فحنا بنأمل إن شاء الله إن السيارات من السيارات السقيلة اللي هتستوعب عدد كبير جدا من العمال ووراها سيارات خدمية هتفتح المجال لمصانعة أخرى كثيرة يعني كلها على بعضها كده هي مكسب كبير لمصر حلو جدا تعالي ناخد الحدوتة واحدة واحدة علشان يحصل توطين لصناعة السيارات وابقى مصر هي مركز إقليمي لهذه الصناعة في إفريقيا والشرق الأوسط ده محتاج حاجات كتير جدا دي اللي احنا وصفناها بمسألة استراتيجية هل مصر بتصنقه مصر في عندها تجميع محلي بنسب لسيارات وفي منها بعض السيارات الفاخرة بيتم تجمعها هنا داخل الأراضي المصرية السؤال بقى هنبدأ منين؟ طبعا زي ما حاداك ذكرت في حوالي 70 ألف سيارة بيصنعها في مصر حاليا سوق المصر بيستهلك سنوان في حدود 200 ألف فاحنا الكليار السياسية داخلين على بردنامج عايزين نصنع 50 ألف سيارة عشان تقدر غطي احتياج محلي وصدر وصدر طبعا ده هيعود علينا بشكل أول حاجة عنا نوفر في النهارة نصور بـ 2.4 مليار دولار سيارات عنا نوفر العملة الصعبة زي دي أن الرئيس حاطت كمان حاجة جذبة للصناعة دية طبعا حاطت دعم للسيارات حاطت دعم آخر حاجة يعني أنت النهاردة السيارات الأديبة كلها الرئيس طلع بردنامج 3% استبدال آه استبدال 3% يعني يعني السوق متعطش كمان حاجب سيارات أكتر وعدد كبير جدا بدلا من نستوى أن نبتدي نصمى إحنا هنا ونبتدي بهذه الخطوة فنهاردة حتى الطرق السيارة الرئيس يعني عمل شبكة الطرق ضخمة جدا يعني كنا في فيو 18 كان استعاب الطرق لحد الأقصى 8 مليون سيارة نهاردة استعاب الطرق تفوق وتعادل 11 مليون سيارة مش بس منحز الحجم حتى منحز جودة وكفاءة الطريق طبعا يعني نفرق يدون المبالغة نحن عندنا طرق يمشي عليها طيارة مش نيبشي عليها عربية لا لا فعلا فيه شبكة طرق تخدم صناعة السيارات وكل الصناعات يعني عندنا بالفلاحة ببادة كده فندم يعني الواحد اللي ما بيجيب طفل ما بيجيبش راجل بياخد فترة عشان يبقى راجل لازم نصبر عليه وعليه كويس وياخد براحلة كلها لحد ما يبقى فيه راجل يقدر يكود السيد الرئيس احنا بنصبرين وبنصبر وبنقول له السيد الرئيس احنا فعلا في مرحلة نضوج واحنا وصقين في كده السياسية وفي الحكومة تحت كدتك فعلا احنا في مرحلة الطفل يعني هيبقى شاب وقريب ان شاء الله ويبقى راجل ونقدر نتخطى الحدود ان شاء الله علشان نقول بقى اننا النهار ده عندي طفل وبعدين عايزه يبقى صبي فشاب فرجل ناضج متكامل وانا بكلم على استراتيجية يبقى انا عندي رؤية متكاملة انا شايف قدامي التوقيت او المدى الزمني المدى الزمني عشان اوطن الصناعة دي في مصر قد ايه انا يعني توطيط الصناعة في مصر وتبقى الصناعة متكاملة احنا ممكن يعني والله انا ماقدرش اقولك خمس سيواتات انا ممكن يعني تحت لو الاهتمام من القيادة السياسية تحت سياسة الرئيس والحكومة ممكن يبقى في سنة واثنين وثلاثة الرئيس ابدأ اهتمامه بوضوح طبعا اكتر من مرة طبعا وعمل اكتر من توجيه في مسألة توطين صناعة السيارات اه واحنا احنا واسقين ان هو بدأ يعني هينفس ممكن بس الصناعة نفسها الرئيس عن فين المصنعين المستثمرين وما الى ذلك دور مجلس النواب مع الحكومة في جذب الاستثمار الصناعي لتوطين هذا النوع من الصناعات في مصر لا يبقى فيه منع كمان للتصدير السيارات يعني حتى السيارات عايبقالها فيه جزء لها منع فيه خمس سوية مليون نهاردة تترسدوا لتدى الثقة اكتر كمان للمستثمرين وتشجع المستثمرين كلهم ان هما ييجوا السوق المصري وان هما يصنعها في السوق المصري المناقض المصري بناسب جدا لا اديني معلومات انت كلامك قليل ليه اديني معلومة ايه اللي بيحصل فيه حزم من المحفزات زي ايه فيه حزم من المحفزات طبعا زي يعني السيد الرئيس يعني رصد اول حاجة اللي عايبقى فيه يعني شابقى تطوير السيارات عندك الاستبدال السيارات كل ده تشجيع انت عندك دولة مستهلكة ومناخك الاستبدال ده مش تشجيع ولا توطين لصناعات السيارات لكنه ممكن ابقى بستبدل وبجيب بعربيات مستوردة من برا تمام ست النائم تمام بلاش سياسة انا عارف انا السيسين بيطلقوا الكلام بالعافية اديلي الزتونة سيلي بجيت الفاصل وهنكمل الكلام مع ست النائم يجب خلونا نجدل الترحيب معالي النائب علاء قريطة عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ويستمر الحديث حول وضع صياغة نهائية لاستراتيجية صناعة العربيات السيارات خطوات التوطين المكاسب اللي تعود علي تمام طبعا انت عارف ان النهاردو مصر عملت قادة اتفاقيات مع افريقيا والدولة عربية دعا تساعد الشركات كلها نهتخذ سوء افريقيا والسوء العربي طبعا مفتح اسواء ايه ثم هندخل بعد كافة السوء الاوروبي بس نبتدي الاول بالسوء افريقيا والسوء العربي نبتدي نقلل نقلل فجوة الصدرات زي ما ذكرنا في البداية من 12 مليار ننزل بها تبقى فجوة الوارد فجوة الوارد طبعا ما دو كلها يعني دي فرص وتوفير للعملة وتقوية الاقتصاد وتشغيل للشباب تعالف يعني ايه مصانع سيارات طبعا اكبر استعاب لالف الشباب ومقدركة بالشباب اليوم في شباب كتير جدا في كل المجالات محتاج لعمل ده اصلا الناس متخيلة انه مصنع العربيات يعني مصنع بيعمل العربي انا بتكلم على صناعات مساعدة كتير تعالف العربيات يعني اقولك يعني اعداد المصانع اللي هي بتخدم على على المصنع الام الكبير ده كتير جدا واصلا صدرات بطبيعتها بتاخد عدد كبير جدا من العمالة ومن الشباب وده هدف يعني بالنسبة لنا ده امن قومي حيلو جدا يبقى انا بشتغل على ان انا كمان اخلق حوافز حوافز للمستثمر والمصنع المحلي انه يبدأ يشتغل على ده وحوافز ايضا للمستثمر والمصنع الاجنابي اللي هو تعال افتح مصنعك عندي في مصر تمام زي ما انا كمان بشتغل على المصنع العربيات الكهرباء اللي هو مصنع النص طبعا مصنع النص ده يعني نهارده اشتغل العربيات الكهرباء ويدي وده حافز كويس جدا زي ده كمان يعني حتى السيط اللي عندك في الحكومة عندك اقاره الحافز الحافز النقدي للسيارات الكهربائية ده حافز كويس جدا يعني حاليا الكهرباء السيارات تقدم حوافز كمان لمنتج السيارات اللي عصدارها برا يعني انت تتكلم ان انت بتساعد المستثمر ده الحافز التصديري طبعا اه وبالسيحة ده المستثمر لازم احنا نزله عقبها كتير جدا المستثمر لازم نقف جنبه عشان نجيبه يعني عندك النهارده اكبر صناعة السيارات في الصين وامريكا ليه احنا النهارده حصل تشبه في الصناعة هناك هتبطيش شركات تتوجه الافريكيا والاسيا في افريكيا جاء هتتوجه قدامها المغرب وقدامها مصر طب ليه احنا نبقاش احنا المبادرة الاولى والوقفة الاولى وصاحب الحجم الاكبر في توضيط هذه الصناعة واحنا عندنا المؤهلات كاملة عندنا خبرات يعني عندي خبرات وعندي بنية اساسية وعندي بنية اساسية اصبحت الان نهزة تلت وامتلت على الارض الواقع لان النوع ده من الصناعة يبقى موجود عندي طبعا وبرضك يعني لازم نشكر يعني الكهزة السياسية البنية اساسية النهارده اللي احنا قلنا كبار وطرق لا اكبر قيمة لكل صناعات انا زمان ما كانش عندي طاقة نهارده انا عندي كهربا على قفة من يشيل اللي عاوز يا جماعة كهربا يديلي طبعا احنا النهارده عندنا طاقة وعندنا غاز احنا عندنا النهارده يعني زي ما قال رب العباد يعني مصر فاك نوز الارض الحمد لله وده بان النهارده لما جالنا كبيرة سياسية قوية تريد ان تغير مثل السيد الرئيس شفنا 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 الانجازات شفنا البترول شفنا الغاز شفنا الشبكة الاخليمية القوية الطرق شفنا كوبة مصر دي مكانتنا اللي احنا المفروض نرجع لها تاني يعني قدامنا الفرص لازم احنا كلنا نسعى ونساعد كله مستثمر سوا في لجنة الصناعة سوا في الحكومة سوا في الوزارة سوا في الهيئات سوا في الاعلام كلنا احنا هدفنا واحد هو النهوض بدولتنا طيب كلجنة صناعة بشكل خاص وكنواب بشكل عام بدأتوا تشتغلوا مع الحكومة على وضع الملامح الرئيسية او الملامح النهائية لهذه الاستراتيجية؟ بدنا في الملامح الملامح وبدنا نحط يعني مؤشرات زي ما ذكرنا كلها هتوصلنا للهدف الرئيسي وازن يعني بطبيعة الحال النوع ده من الصناعة علشان اقدر اوطنه هيحتاج مكان يستوعب ده بنيته طبعا هنطلع على خناة السويس ده احنا يعني المنطقة الحرة هنا انا في رأيه هده انسب مكان طبعا يعني اعدته كذا السياسية يعني واحنا بنقول يعني نبتدي به ان شاء الله وعنشوف عدي شركات عالمية يعني يعني امثال شركة مش هننصف الاسماء ربنا اخلي شركات كتير شركات كتيرة جدا يعني عندنا عالمية ممكن تبقى بوابة ليها في صناعتها للسيارات مصر هتلاقي كل الدعم هتلاقي كل يعني هتلاقي كل الالتفاف كل حاجة عندنا نهارده ان شاء الله بتوفيق طاقة بإذن الله وسعرنا اقل مسهر العالمي ما زلنا حتى اللحظة ان احنا فيها احنا اقل من اصحار العالمية ست النائب نورت وشرفت ونعرف انك هتصحب من بكرة والصبح يا بادري الجلسات الاسبوع ده تلات واربع تلات واربع ويوم انتو قال ويوم انتو قال مليانين بقوانين ومناقشات ومعارك نيابية احنا كنواب وانت زميل لنا وزميل فوق يعني حاجة مشرفة للإعلام في البرلمان يعني حاملين على اكتافنا كلنا خدمة الوطن وخدمة الجماهير وربنا وفقنا وكلنا ثقة في مجلس النواب المصري كل الشكر لسيادة النائب على قريطة معضو لجنة الصناعة بمجلس النواب نورت وشرفت وهنلتقي اكيد كتير عندما يتم وضع اللمسات النهائية والاخيرة نبدأ بقى نتكلم وهنفتح بقى قلبنا اللي معنوش النهارده في حاجات ممكن متأخرة شوية حنقولها المرة جاء إن شاء الله لحد ما تتبلور إن شاء الله 100% بإذن الله إن شاء الله عزيز المواطنة عزيزات المواطنة ما تنساش باشا فنموضو فينا المواطن اللي يقول لك إحنا ينفع نعمل عربية بس أهم مركتين ألماني في الوجود بيصنعوا هنا عشان بس تبقى عارف يعني مش هقولك بقى عربية مش عاني في صيني ولا عربية ماليزي ولا عربية بيصنعوا هنا فانت تقدر العامل بتاعك يقدر والمهندس بتاعك يقدر والهياكل الإدارية بتاعتك تقدر والهياكل المالية بتاعتك تقدر وأصبح فيه عندك جامعات وكليات متخصصة جوه تخصص التخصص تقدر والقيادة السياسية وضعت إرادة وضحة جدا في أيوة يلا بينا نشتغل على إيه نشتغل على قديمه لا إحنا هنشتغل على أحدث أشكال صناعة السيارات اللي موجودة في العالم فإحنا بإذن الله سبحانه وتعالى جاهزين نستأذنكم نروح لفاصل نرجع بعد الفاصل نستقبل حبيبي وحبيب الملايين مولانا دكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر انتظرونا بعد إذنكم